رعت وزيرة الثقافة هيتفاء النجار حفل إشهار جمعية العلاج بالموسيقى والفن وذلك في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي وفي الاحتفالية التي حضرها نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي وعدد من الفنانين الأردنيين أكدت النجار أن أمام هذه الجمعية فرصا كبيرة للنجاح وتحقيق إنجازات في حال ما نهجت طرحا علميا محملا بالقيم الفضلة لافتة إلى حساسية هذا النوع من العلاج الذي يراعى خلاله الأبعاد الأخلاقية والقيمية والسلوكية وبين رئيس الجمعية الدكتور جاك ساركيس في كلمته أن جمعية العلاج بالفن والموسيقى هي الأولى من نوعها في الوطن العربي وتجمع بين مهنتين الطب والفن لافتا إلى أن الأردن يعد أول دولة تمنح درجة الدبلوم في تخصص العلاج بالموسيقى والفن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة